إذا ما اعتبرنا أنه عادة وفي العرف الفونكسوراليتي في اشتغالية المنظمة العافية الدولية أني لا تتدخل في الشأن السياسي عادة وما تبديش مواقف فيما هو السياسي إذا ما اعتبرنا وسلمنا بكون هي دائما في ذاك القالب لقطع النظر على الأعضاء والناشطين فيها والمنخرطين إلى غير ذلك اللي عندهم جميعهم ولا شك عندهم أهواء سياسية ولكن دي نفترض ذلك فإنجم يكون عندها تأثير باعتبار أني عادة ما تبني تقاريرها وتبني بياناتها على وقع وعلى ما يتمخذ عن الزيارات ويعني زيارات للسجون إلى غير ذلك فضل على ذلك يبدو لي أنه يجي معناها البيانة متاعها في علاقة بمنع فتح جرية توم نيومين رئيس الهاية الورطنية لمقاومة تعذيب من زيارة سجن البرج العامري وتعدى في وسائل الإعلام وشرح كيف يش منعوه في أكثر من المناسبة لغاية ذلك اليوم وكأن العملية تنبئ بضرورة أن نتحدث عن ما هو سياسي فيه اختنم القضايا ما هو قضائهم فيه أذك من مشمولات القضاء والمحامين نجم يشرحوا أكثر ولكن ما هو سياسي فيه رغم من منظمة العافية الدولية ما يزمج تحكي في سياسة فقط قالت المواطنة ذي نطالبه بإطلاق صراحة فورا باعتبار مسائل حقوقية ومسائل متعلقة بعلاقتها بأسرتها وعلاقتها بوضعها الصحي إلى غير ذلك لكن ما هو سياسي فيه هو السبب ويرجعني القضية مكتب الضبط وأهمية مكتب الضبط في نمط الدولة ونمط الحكم مكتب الضبط رأه تاريخيا علامة من علامات التحديث من الدولة التونسية وابتكره خير الدين التونسي من أواخر القرن 19 يعني عنده توا تقريبا 150 سنة ونحن انخرطنا في مفهوم دولة المؤسسات ماذا لو أن مكتب الضبط سلم سيد عابير موسي دي شارج في كلف الهدوء التبعات هذه كلها ما تصيرش لا منظمة تعاف دولية ولا دوائر دولية ناجم تدخل ولا مناخ سياسي يا أي ناجم يفهم على أنه خانق ولا تأويل يمضي في اتجاه أنه سيد قيس سعيد يخصي كل منافسيه هذي الكل راه ما صارش راهي تنشط كما كانش تنشط وربما كانت تنجم تخسر العديد من المكاسب وابس أعطيك مثال أنا السيدة عابير موسي مرة واحدة في تاريخ قابلتها في وسيلة إعلام بشكل مباشر قلت لها أنت وسيد قيس سعيد كيليكما ككيليكما اختلفتما فاتفقتما هو عنده حملة تفسيرية أنت عندك حملة تنويرية وحددت فردانية كل منهما تبقى هو في الحكم وهي في حزب سياسي قلت لها أنت جاء من الإيديولوجيا أنت حزب تسلطي وبالتالي لو ظلت سيدة عابير موسي ولهنا ركز على ما هو سياسيون في القضية لو ظلت السيدة عابير موسي البر ربما كانت تخسر أكثر من من تربحها وهي مناظلة توا وسجينة سياسية حينئذن أعتقد أن اليوم المسألة كلها مربوطة بطبيعة العقل السياسي اللي من هيمن على اللحظة ومن هيمن على المرحلة ونحن في تونس مناش في حاجة لمزيد انحراف ما بقي من إمكانيات بناء تجربة ديمقراطية